ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا هذا لسان حال الشارع اليمني في عيد الأضحى العيد السابع الذي يقضونه تحت وطأة الحرب والحصار فتراهم من بين بؤس الحرب يطلون برؤوسهم بحثا عن مساحة سعادة اعتادوا أن يحملها العيد إليهم كل عام ومن بين جدران الموت يحاولون أن يفتحوا نافذة للحياة ولو كانت صغيرة لكن الحرب التي دامت أكثر من ثلاثة عوام كانت كافية للقضاء على مقومات الحياة بشكل كبير وطمس أجزاء كثيرة من ملامحها وجعل فرحة العيد والمناسبات فرحة مؤقتة وناقصة فقد شردت الحرب مئات الآلاف خارج منازلهم وغربت مئات الأسر وارتفعت مع ارتفاء حدة نيرانها الأسعار وتدهورت الأوضاع الاقتصادية وانقطعت مصادر الدخل لدى المواطنين وبحسب منظمات إنسانية عالمية فقد وصلت نسب الفقر والمجاعة إلى أعلى مستوياتها كما أثرت الحرب على قطع طرق التواصل بين المواطنين أيام العيد فانتشار النقاط على امتداد الشوارع وارتفاع أجرة وسائل التنقل حالت دون وصول الناس إلى أكاربهم الحكومة من جانبها لم تحرك ساكنا لصنع ولو جزء بسيط من السعادة لهؤلاء المواطنين في فترة الأعياد فما زالت المتنزهات التي كانت تمثل متنفسهم الوحيد إما مغلقة أو محاصرة بالمتارس أو تحولت إلى معسكرات ليبقى اليمنيون ما بين بؤس الحرب والفرحة التي تعيدهم بها الأعياد وحيدين لا حكومة لهم ولا قوة